السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة الكهرباء إلكتريك في الحلقة السابقة تعرفنا على بعض المشاكل والمخاطر التي تهدد المحركات الكهربائية وتأكدنا من أن ارتفاع حرارة محرك دليل على وجود مشكلة داخل المحرك واستنتجنا أن جهاز الأوفرلود أو الرولي تيرميك هو أفضل جهاز حماية كهربائي لحماية محرك من كل تلك المخاطر في هذه الحلقة سنتعرف أو سنعرف جهاز الأوفرلود أو الرولي تيرميك كالعادة لمن التحق بنا مؤخرا دائما ما أضع بعض الحلقات المرتبطة بالشرح لهذه الحلقة في الوصف نرفع فاصل القناة وندخل في الشرح أولا سنعرف جهاز الأوفرلود أو جهاز الرولي تيرميك هو جهاز حماية كهربائي يحمي المحرك الكهربائي من ارتفاع قيمة شدة الطيار عن قيمته القصوية التي يتحملها المحرك وطبعا التي تكون موجودة على لوحة بيانات المحرك يتكون الأوفرلود من نقاط توصيل لدائرة التشغيل التي ترتبط أو دائرة القوة التي ترتبط بتوصيل المحرك بالتغدير ثلاثية الطور ونقاط أيضا نقاط دائرة التحكم سنبدأ مع دائرة تشغيل أو دائرة القوة لدينا المسامير العلوية 1-3-5 والتي نقوم بإدخالها مباشرة في النقاط 2-1-4-2-6-3 السفلية للكونتاكتور بهذه الطريقة وفي الأسفل الأوفرلود يوجد لدينا نفس النقاط يعني نفس التسمية 2-1-4-2-6-3 والتي يتم ربطها ببدايات المحرك E1 V1 وDV1 سنعمل على ربط الأوفرلود بهذه الطريقة بين الكونتاكتور والمحرك بالنسبة لدائرة التحكم وهي الدائرة المهمة لنا لأن عند تدخل أوفرلود عندما يتدخل في الحماية سيعمل على فصل الطيار على دائرة التحكم هذا يعني أن الأوفرلود يعمل على توقيف دائرة التحكم لحماية المحرك ضد الأخطار ويحدث ذلك عن طريق نوعين من المتلمثات متلمث مغلق بين النقاط 95-96 ويوجد لدينا أيضا متلمث آخر مفتوح بين النقاط 97-98 يوجد لدينا أيضا على الأوفرلود عدة أزرار ضغط أو أزرار ضوارة وتختلف حسب الطراز أو الشركة لكن على العموم سنجد زر للإيقاف ويمكننا من إيقاف وفصل مصدر الطاقة الرئيسي يدويا عن طريق على الضغط على مفتاح الإيقاف أو زر الإيقاف يوجد لدينا أيضا زر إعادة تشغيل ويمكننا من إعادة تشغيل أوفرلود عندما يقطع التيار تلقائيا عن المحرك طبعا بعد إزالة السبب أو الأسباب التي تسببت لنا بالفصل يوجد لدينا أيضا زر ضوار لضبط التيار الكهربائي يمكننا ضبط القاطع على قيمة التيار التي يجب أن يفصل عندها التيار الكهربائي عن المحرك وهنا لا بد لنا من اختيار عيار للأوفرلود يطابق طيار المحرك من حيث شدة طيار لأنه توجد عدة عيارات لشدة طيار لا بد أن نختار العيار المناسب أو الأوفرلود المناسب لنا الذي توجد فيه شدة طيار الموافقة لشدة طيار المحرك وعلينا ضبطها في اتجاه السام المحدد لقيمة التي سيفصل عندها الأوفرلود يوجد أيضا زر اختيار إعادة التشغيل يدوي أو أوتوماتيكي ويحدد كيفية إعادة تشغيل الأوفرلود وتوجد له حالتين الأولى أش أو يدوي عندما يقوم الأوفرلود بفصل التيار علينا أن نقوم بالضغط على زر ريست لإعادة تشغيله في كل مرة يتم الفصل فيها والثانية هي أو تلقائي أو أوتوماتيك وفي هذه الحالة يفصل عندما يفصل الأوفرلود التيار الكاربائي سيعيد توصيل نفسه تلقائيا بعد أن يتحسس أن الملفات انخفضت درجة حرارة ملفات المحرك أو انخفضت شدة التيار التي ستسبب له في الفصل ويفضل يعني في هذه الحالة يفضل ضبط الأوفرلود على الوضل والوضع اليدوي يعني في هذه الحالة وذلك حتى نتعرف على سبب العطل ونقوم بإصلاحه أما في حالة ضبطي أوتوماتيكي سيفصل وعندما تبرد ملفات سيعيد توصيل مرة أخرى يعني هذا خطير بالنسبة لناخذ صنفيصيانة أو تدخل لعلاج أعطاب المحركات يعني وإمكانا حتى العطل لازم موجودا سيقوم بإعادة تشغيل نفسي بنفسي وهذا قد يسبب أضرار على المحرك أو أضرار أو خطورة بالنسبة لنا يعني من الأفضل ضبط الأوفرلود على الخيار اليدوي يوجد أيضا زر للاختبار عندما نضغط عليه تتغير أوضاع النقاط لتتم عملية الاختبار ولنرى هل الأوفرلود ومتلمسة الأوفرلود هل هي في حالة جيدة للعمل الآن سنتقل إلى كيفية عمل الأوفرلود عندما ترتفع حرارة المحرك أو يزيد المحرك من سحبه للطيار عن القيمة التي قمنا بضبط الأوفرلود عليها لسبب ما من الأسباب التي قمنا بذكرها في الحلقة الماضية يتحسس الأوفرلود ذلك فيعمل على تغيير أوضاع المتلمسات NO و NC المفتوح سيصبح مغلق والمغلق سيصبح مفتوح وأيضا يقوم بهذه العملية عند تجوز قيمة شدة الطيار التي قمنا بضبطها عليه والتي يجب أن تسوي قيمة شدة الطيار الموضوع على المحرك وهكذا يوفر لنا الأوفرلود نوعين من الحماية الأورى ضد الحرارة والثانية ضد زيادة الطيار بالنسبة للمحرك بالنسبة للأنواع وأشكال الأوفرلود هناك عدة أنواع وأشكال سأتحدث عنها لاحقا لكن كل ما يهم منه حاليا هو الأوفرلود العادي الشائع الاستخدام الذي سنعمل على استعماله في كل المخططات التي سنقوم بإنشائها في بعض إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء